دعا زعيم التيار الصدري مقتد الصدر الحكومة العراقية إلى التنازل عن عرشها وشدد على وجوب محاسبة قتلت المتظاهرين فورا ووصف الصدر إصلاحات البرلمان الأخيرة بالكاذبة داعيا إلى العمل على إقرار الإصلاحات الجذرية كتغيير مفوضية الانتخابات وقانونها وتغيير بعض بنود الدستور من جانبها شددت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق على ضرورة تولي السياسيين العراقيين المسئولية لبدء الإصلاحات معنا الآن من بغداد أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكوفة الدكتور إياد العنبر مساء الخير دكتور إياد مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار خطاب السيد مقتد الصدر وكأنه أحيانا يتحدث وكأنه ضمن المحتجين في أحيان أخرى يتحدث وكأنه زعيم سياسي له كتلة كبيرة في البرلمان أين يقف السيد الصدر من كل ما يجري اليوم في العراق يعني هو يحاول دائما أن يكون خطابه متماهي تماما مع الشارع لكن بالأخير في الفترة الأخيرة وخصوصا في هذه التظاهرات قد يختلف الموضوع فهو لم يدعو إلى التظاهرات ومن ثم هو حذر جدا بقضية أنه يكون دائما على خط التظاهر كان له موقف وحضور لكن في المقابل لم يكن هذا متوازي تماما على مستوى الحضور السياسي والتفاعل السياسي داخل كتلته داخل مجلس النواب فسائرون لا زالت أنا في الأخير في الأيام الأخيرة قبل أقل من أسبوع أو أسبوع تحديدا تقدم الطلب إلى رئاسة مجلس النواب باستجواب رئيس الوزراء في حين أن التظاهرات مرت عليها أربعين يوم يعني قبل شهر أين كانوا من هذا الموضوع وهم لمحوا إلى هذا القضية قبل أن تبدأ التظاهرات هذه القضية التي تثير إشكاليات البعض يعتبر أن السيد مقتدى الصدر يحاول أن يؤكد أو يبعث رسالة أو يقرأها هكذا المراقبون أن التظاهرات حتى لا يقول أن المليونية وهذه نقطة إيجابية جدا أن التظاهرات المليونية هي لصالح جهة معينة أو لهدف شخصية معينة أو هو لا يخرج الشارع إلا بدعوة من زعيم ديني أو زعيم سياسي الآن هذه الفرضية انتهت ولا يمكن أن يجازف السيد مقتدى الصدر وأن يحاول أن يكون ضمن هذه دائرة الاتهام لا سيما الشعار الذي رفعه المتظاهرون كان ذكي جدا وواضح وصريح لا نريد من يركب الموجة التظاهرات على هذا الأساس هو يتعاطى من موقف سياسي لكن الإشكالية على أنه أثر هذا الموقف وبالضغط هل أنه هو محرج أن يقول أنا لوحدي الذي أطالب مع كتلة النصر طبعا في قضية إقالة رئيس الوزراء لأن هذا الموقف تكرر في قضية ولاية السيد المالك الثاني عندما ذهب وتحرك باتجاه أربيل لسحب الثقة ولم يتحقق هذا الشيء قد تبدو هذه المخاوف حتى لا تكون هناك نفس القضية تعاد بمرة ثانية بشأن مصداقية للمواقف السياسية من رئيس الحكومة عندما يقول السيد الصدر على الحكومة الإذعان لصوت الشعب المنطفض من البصرة إلى بغداد وأن تتنازل عن عرشها العاجي يعني هل موقف السيد الصدر واضح بأنه يريد استقالة الحكومة لماذا لا يدفع أكثر بهذا الاتجاه على ما يبدو هناك مشاورات جارية بينه وبين كتل أخرى والمسألة ليست محسومة بالنسبة له هل السيد الصدر يريد بشكل واضح استقالة هذه الحكومة يعني هو في بداية أكتوبر تقريبا بعد واحد عشرة أخرج تغريدة بأن الحكومة أن تقدم استقالتها وتحدث بإعادة هذه النبرة مرة ثانية بقضية شلع قلع وصف أنه يجب أن الجميع أن يقدم استقالته قاصدا الحكومة هذا الموقف أثار حفيظة شركائه الذين اتفقوا معه على أن يكون هناك توافق على السيد عادل عبد المهدي فتحول الموضوع إلى كسر إرادات بالنتيجة من بقي مصر على موقفه وكما تحدث قبل فترة هو في موقف أن هناك إصرار وهناك تحذير من الآخرين بأنه إذا تم إقالة عادل عبد المهدي سوف نذهب إلى السيناريو السوري أو السيناريو اليمني أو الليبي كما تحدث في هذه التغريات لكن أنا أصف أنه هو السيد مقتدى هو إذا يتابع أي شخص التعليقات على خطابات السيد عادل عبد المهدي هو يتوافق معها من هذه القضية لأن الآن الشارع يعتقد أن عندما يتحدث السيد عادل عبد المهدي يتحدث بمنطق أنه بعيد تماما عن قراءته للواقع وكأنما المطالبة بالاستقالة لا تعنيه وكأنما الحديث على من يحطي أوارف مقتدى المتباهرين أو المسؤول المباشر تحميل الحكومة كامل المسؤولية عما يجري اليوم في أوراق هذه حكومة عمرها أقل من سنة وجاء السيد عبد المهدي بناء على توافق معين وهل من المنطقي أن تحمل هذه الحكومة التي كانت مغلولة الأيدي كما قال بالأمس السيد عبد المهدي مسؤولية كل ما يجري ومع أن الأطراف كلها يجب من المفترض أن تتحمل المسؤولية مجتمعة أولا أنه لا أحد يبرأ كل الأطراف الموجودة الجميع شركاء بالفشل وكما هم لو حدث نجاح سوف يتفاكرون أنهم أعملوا على هذا النجاح وهو لا يوجد على مجرد الإفتراض القضية الثانية نحن لا نحاسب السيد عادل عبد المهدي بهذه الفترة التي أتى بها للحكم مع الكثير من الأخطاء من قضية مجاملة الكورت على حساب الموازنة الاتحادية قضية إدارته للمناصب وتوزيع المناصب وحسيما أنه كان تحدث بطريقة أنه هو مشترط هو كيف قبل بهذا المنصب وهو لم يكن يضمن حتى أنه مرشح الكتلة الأكبر فبالنتيجة هو قبل بهذه السلطة بشرطها وشروطها وتحدث بأنه هو من اختار وزرائه ثم هو يتحمل هذه الفترة أيضا لا يمكن أن ينكر أنه جزء من طبقة سياسية 16 عام هو شريك على مستوى نائب رئيس جمهورية وعلى مستوى وزيرين وعلى مستوى رئيس وزراء العام فهو لا ينكر شكرا جزيلا لك الدكتور رياد العنبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكوفة كان معنا من بغداد